موسيقى برحب فيك مشاهدي العزيزة ومشاهدة العزيزة إلى حلقة اليوم من برنامج الإيمان اليومي يوم جديد فرصة جديدة بيدي إليك إنسى إنسى ما مضى لأنه هلأ بدايات جديدة والرب سيعود عن الزل والدموع والإهانات بكرامة مضاعفة باسم يسوع وسيعود لك ويعود لك عن السنين اللي أكلها الجرات اللي يضاع جنة عمري رب حيعود لك أكتر بكتير باسم يسوع لأن اللي بيحط اتكاله على العالم حيفشل ولكن قال نظروا إلى المسيح والصنار ووجوههم لم تخجل ملعونكم من يتكل على زراع بشر بتليلي أهلي تركوني وليد اللي ربيتهم ما حدا عم يسأل عني قال ولكن قال هنتنسى المرأة رديحة أفلا ترحمتنا بطنها قال حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساكي على كفية نقشتكي أسواركي أمامي دائما الله بدي يسمع لك صلاتك بدنا نصلي سوا والرب حيسمع لك صلاتك مهما طلبت لأننا حنطلب باسم يسوع فهيئ أنت شو بدك من الراب عمول ليستا وحنصلي سوا وقل لي إذا الراب ما استجاب اكتب لي إذا صليت وما استجاب أمين إذا صلينا سوا واتفقنا على أشياء تمجد الله الراب مليار بالمئة حيستجي كارلا كيفك؟ أمين وأنا بكمل معك إلي أنه أنت قلت نظر إليه واسترار ووجوههم لم تخجل هذا الراب كمان اللي كلمني فيه أنه اليوم بكفي بس نظرة إيمان نظرة للمسيح وحياتنا ستتغير بالوقت بالعهد القديم كيف انتشرت الحيات وينما كان وكان الناس لما تروح على بيوتها كانت الحية كانت تلدغن انتشرت الحيات الحيات كانت الحيات في كل مكان مستعدة أن تلدغ وكان لما تلدغ الحية كان دغري يموت فورا يموت فقال الله لموسى أن يرفع الحية وكل من ينظر إليها كان يشفى تماما كالمسيح المسيح قال وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يحلق كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فاليوم نظرة واحدة للمسيح المسيح حيطلق حياتك حيطلق القيود اللي هي بحياتك يكسر القيود ويعطيك حياة جديدة المسحة يعني الروح الكدس يحطم كل قائد ما تقول كيف وليش ما بنعرف تتوصق بالرب أمين إذا عندك إيمان مقدر حبة خردل بتشيل الجبل مش مش بتشيل لحجرة جبل فكم بالحر الإدمان الإدمان على المخدرات أو الإدمان على الخلاعة إدمان على الفلوم الخليعة الرب يحرر من الكل أمين حررنا نحررنا المسيح فبالحقيقة نكون أحرار أمين إذا حررك هو يحررك أمين يحررك إلى التميم والله بدي يستجيب صلاتك خليني إلك إنه مكتوب عن الله إنه هو سامح الصلاة شوف قديش الله استجاب له الناس قال إليه كمين صلى إليه كان إنسان تحت الألام مثلنا بلا خطيئة ولكن جو طلب إليه مش طلب إنه يا رب بدي ببروني بدي بمبوني قال الله تمطر قال صلى الله تمطر فلم تمطر ثلاث سنين وستة أشهر راح عند الملخ أخاب وقف قدامه وقف ديلك شغلة أنه شو أنتوا عم تصلوا للبعل وعم بتصلوا لأله مفاكرين إنه الله بيمطر علينا والبعل بيمطر علينا باستفرجيكم إنه غلط ما في غير الله بيمطر لا مطر إلا عند قولي وراح تخبى ثلاث سنين ونوص وحاجة بالسماء ما شتت تصور وستجبله كان تحت الألام مثلنا بلا خطيئة بخطيئة نعم بخطيئة طبعا نعم بخطيئة المسيح كان تحت الألام مثلنا بلا خطيئة مزبوط بس المسيح بس هو كان الإنسان مثلنا عادة وصل لأله تمطر مزبوط الله بديو يستجب لك أمين منشوف مثلا رجلات الله طلبوا أشياء غريبة ياشو عامل حرب ولكن بلش التعتم قالوا يا رب تعلم شو يا شمس دومي قال خلي الشمس ودامت الشمس 24 ساعة ما غابت الشمس حتى بالأساطير الصينية مكتوب أنه فيه نهار طويل طويل ما غابت فيه الشمس مزبوط هيدا نهار مزبوط بالنسبة أن الكتاب المقدس بقول عنه منشوف يعقوب يعقوب تمسك بالرب خايف من خيه عيثه ظهر له الملاك يعني هو الرب قال له نا أطلقك اللي لم تباركني مش لح أطلقك والرب باركه ما بدك تعمل معركة الرب باركنا في المسيح بكل باركة روحية في السماويات أمين بس أنا بدأ استخدم قدام إيماني ومد وآخذ عندي احتياجات الرب رعية فلا يعوزني شيء الله يسد كل احتياجاتي يرتب لي مائدة في البرية أمين تسأل الشعب من يقدر أن يرتب لنا مائدة مش نهيك اليوم نجي على الطاولة نحنا نرتب يرتب لنا المائدة ومنصلي وقبل ما نأكل نشكره لأنه الرب يهتم فينا يرعانا قال لا تهتموا وماذا تأكلون وماذا تشربون وماذا تلبسون هذه كلها تطلبوا على الأمم أم أنتو شو اطلبوا أولا ملكوا طلاوة بالرو وهذه كلها تزاد لكم فنحنا نشكره لأنه يرتب لنا مائدة أمين بالبرية 40 سنة قادم البرية ما في أكل ما في ماء ما في شيء كانت صخرة تبعتهم وهي صخرة المسيح صعاهم مننا وطعماهم ببرية ما في شيء 40 سنة وهو هو المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد بدي أحمل معك كل شيء حيث أجيب لك صلاتك أمين كم بدي أحكي شيء إلي أنه مشكلتنا اليوم مش لأنه معنا بركات مشكلتنا اليوم أنه كتران التزمر عننا فبدل ما نتزمر وبدل ما نقول أنا ما عندي هيك أو قارن حالي بغيري قول نشكر الله نتعلم نعدد بركاتنا نعدد قديش الله بركنا بدل ما نتزمر عشو معنا نعطي شكر نشكر الله عشو عننا شكور الله عندك صحة شكور الله عندك أولاد عندك بعدك بيت عايش فيه إذا عندك بيت وكهرباء ومي صخن لك أنت بيتوب 3% من العالم أنت رافعك الناس عندك مليار زلم اليوم بيروح بنامش وعان فإذا أنت بتاكل 3 واش بيت شكور الله كونوا شاكرين في كل حين وعلى كل شيء سلاميان الحكيم صلى أنه رب يعطي حكم الرب عطي حكم قال شو الفرق بين الزكي والحكيم الزكي إذا السرعة 100 بيسوق 150 وبيزورب وما بياخد الزبط ولا شيء قال هيدا الزكي بس الحكيم ما بيعمل هاي بيمشي بحسب القانون فكون أيام حكيم أحلم أنك تكون زكي لأنه زكاية للإنسان إذا مانه من الرب بيكون زكي وقت وبدر أخي طفل كان زكي يعطي مشهورة كمشهورة الرب ولكن راح عطي مشهورة ضده للرب والنتيجة ما سمع له أبشلوم ابنه لداود كان عم بيحتيه مشهورة أنه لو سمع أبشلوم ابنه اللي قايم على داود بيو الملك كمات داود وصلى داود قال له يا رب حمك مشهورة أخي طفل والنتيجة الرب حمك ما سمع منه شاول قال له هالمرة مش جاي بخبر حلو والنتيجة الله نجلي لداود لأنه لو سمع له كمات داود فعلا فالله يستجيب الصلاة أمين أمين حزقية الملك صلاة قال له بدك تموت قال واحد برمشه على الحيد وصري صلي يا رب وذكور المنيح اللي عملته قال له طيب رجع قال له إلى إشعية قال له فوت فوت قال له مش لح يموت أنا سمعت صلاتك وشفت دموعك وزدت لك 15 سنة ولكن ما استخدم 15 سنة اللي مش درب بس تجاب له عطاه 15 سنة أنا بيّ دربته سيارة مات كل العالم قالوا لنا مات وصرع خبر على البيت ميت الناس اللي حط نقلوه على المستشفى قالوا مات ما شفتوا مات ولكن الرب بطريقة معجزية رجع عاما ورجع عاش 14 سنة اللي ناس خبرونا أنه مات معادي يجلع عنا صاروا يستحوا قال نحنا شفناه مات وما في نبض ورقتوا الناس اللي شلوه دربته السيارة على هالسرعة وحطوا بالجيب قال نحنا شفناه ورقت الرب ويغير الأمور قال ومن طول الأيام واشباعه وقريه خلاصي قال رب مش مشيط أنك تموت شاب ما تخاط مش حتموت شاب حتعيش في هذا الحادث اللي نجك منه حتى تخبر أنه الرب صالح ولا لأبد رحمته بدنا نصلي خلينا نصلي ما في وقت نقرأ رسائل بركب الحلقة التانية إذا أنت مريد حد إدك مترح المراد يا رب نعلم شفائك على الجميع باسم يسوع مجدك على الجميع يورا نقصر كل لعنات ضد كل مشاهدين بركات 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 باسم يسوع نصلي لجون عبادو تبارك مستقبله تبارك أشغاله تعطي نجاح نصلي لخطنها أنك تباركها كمان وتعظم معا بارك زجوزة كمان بارك بنتا وعيلتا نصلي لمارتن نتنبأ أنه مارتن شوفي بالتمام وجوز أولاد أولاد وكانوا خدام إليك باسم المسيح تبارك جميعاً كل سؤال قلوبنا ورفعتنا إلى ما لا نهاية أعلى روحياً جسدياً مدياً معنوياً باسم المسيح والجميع آمين آمين صديق رب استجاب لحظاته منتبه مرحبا بنشكر الراب مرة تانية على الامتياز أنه فتح لي باب أحكي على التليفزيون من كلمته وبشكر دكتور إلي وكارلا كرم على الامتياز أنوا استضافوني بالبرنامج الإيمان اليومي اليوم بدي أحكي شوي عن المنطق البشري والإيمان الكتابي أو المنطق البشري والمنطق الإلهي إذا بدك بأعتقد حيالة وحدة بيمشي الحال المنطق البشري هو من أنا بعمل قراراتي وهي معظم الناس بيعملوا بيستخدموا هالسيستام هيدا أنه بيعملوا قراراتهم بحسب معلومات يعني أنا اليوم قبل ما أشتري بيت بدي أستفسر البيت قدي عمره قدي عمره البنية فرزينة في صقب البنية حدا كان ساكن بالبنية قبل بيجي معاه باركينج في إله شبابيك بروح بزوره بشوف الباركينج إياسه بعمل قرار على كذا بيت شفته حسب وين بدي أكون أنا ساكن السعر بالمتر السعر بالشقة قديش فيني أنا أؤمن من هالمبلغ إذا ما إياه كله أو إذا بدي أخد كرد قدي البنك بيعطيني من المبلغ وقديش لازم أنا أؤمن كل هدول من بعد ما أعمل كل الدراسات في مطرح ما بدي أعمل القرار هيدا القرار بيكون معمول على أحلى معلومات لهلأ مع الوقت إذا تغيرت المعلومات قرارة فيه يكون أحلى أو أطعس حسب شو بيتغير المعلومات بمعنى آخر من بعمل القرار بحسب المنطق بيكون استندت أكتر شي على الأفكار وعلى المعلومات بينما الإيمان الكتابي هو أنه أنا أخذ الكتاب المقدس كلام الرب وصدقه حتى لو كان منه كتير منطقي مثلا نحن المسيحيين من آمن أنه المسيح ولد من العزراء مريم بأي مطرح بأي كتاب علمي بأي كتاب منطقي منقرأ ما في ولا مطرح واحدة عزراء ولا ديت بدون ما يكون عنده علاقة مع رجال ليش؟ لأنه الناس بيتجوزوا بيقولوا يلا نقشع لكم مبروك الله يزيدكم الله يكتر منكم ليش؟ لأنه طبيعي إمن واحد بيتجوز مره ورجال بيتجوزوا بيعملوا عائلة بيجيبوا ولاد صبيان بنات إلا ما هنالك وإنما بالمنطق إمن بتقول العذراء حبلت وجابت إنسان بدون علاقة مع رجال في مشكلة لبل صارت لمشكلة بالعهد القديم مع يوسف ورلزة أنه إمن المذرام العذراء قال للملاك أنه أنت حتحبله ويجي الصبي بدون رجال حيتسميه يسوع عما نقيل الله معنا هي ما تفاجأت بالمعنى أنه قالت له ليكن لي بحسب كلمة الرب لأنه كان فيه نبوءات بأشعية بكتاب بسفر أشعية أنه العذراء ستحمل فهون المنطق البشري طبعا كان ما بيقبلها مرفوضة مش مقبولة ليش؟ مش صايرة ما فيه معلومات بتقول أنه هيدا يعني المنطق بيستند على العقلنية كتير إنما الإيمان المسيحي يستند على كلمة الله ولا وحدة بيجتمع بالتاني يعني اليوم أنا إذا بدي صدق إذا ما بصدق إنه المسيح ولد من عذراء ما فيني صدق إنه هو كدوس الله ما فيني صدق إنه المسيح إجا لمهمة إنه يموت بيغفر خطيائي حمل أمراضي وحمل وبجراحي يتم للشفاء ما فيني صدق إنه المسيح قام من الموت هيدا وحدة تانية من المنطقيات من المنطق كيف قام من الموت ما حدا بتاريخ البشرية قام من الموت ما حدا ميت وقام من الموت طبعا قال لي عذر قام من الموت بس المسيح قام منه ورجع ميت المسيح ميت ثلاثة يام دفع تمن خطيانة غفر خطيانة مشان هيك اسمه الفادي مشان هيك اسمه المخلص ليش؟ لأنه إجا بمهمة يفدينا من طبيعتنا البشرية لأنه آدم الأول فوت الخطيئة على الأرض آدم الثاني المسيح والآدم الأخير ما بقى في غيره ثمن الخطيئة موت قال له الله لآدم إن أكلتم من شجرة معرفة الخير والشر موت انت موتون ونحن بنعرف الموت كان روحي انفصال عن الله المسيح إن من رجع بهالجسد إجا يحقق عضل الله دفع ثمن خطيئة الإنسان بالموت الواحد دخلت الخطيئة أي آدم وبالموت الثاني دخل الغفران ودخل الخلاص مشان هيك بنقول ثمن الخطيئة موت ولكن أهبت الله الحياة الأبدية بمين؟ بالمسيح يسوع رومي الستة فاليوم أنا بدي أقرر إمن بدي أقرأ الكتاب المقدس بدي حط المنطق تبعي على جنب هل أنا حبطت المنطق إيه لا هاستعمل المنطق إنه أنا كلمة الرب بتقول السماء والأرض تزلان وكلامي لا يزول يعني هذا اللي كتب هذا الكتاب هو خال إيه أنا بيعرف إنه عطاني عقل وقال لي لا تتكل على عقلك وعلى زكاك بكل أمر اتكل على الرب من كل قلبك وعلى فطنتك لا تعتمد تثك بالرب تثك بكلامه للرب أكتر مبتوسة بمنطقك وهون بيصير التضارب كتير ناس وأنا كنت منهم بس تتعلم كتير بتصير تتكل على عقلك وعلى علمك وعلى منطقك وهذا شي حلو نشكر الرب على العلم بس إمن بدك تجي تآمن إنه العزراء حبلت هون بلش الكل اللي تعلمناه هون بدنا نحطهم عجنب ما معناته إنه غلط للمجال طبعهم صح بس لمجال الإيمان العذراء حبلت صح ليش؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول هيك المسيح إجا نحنا كلنا منقول المسيحية بعيد الميلاد ميلاد مجيد وبعيد الكبير منقول المسيح قام منتذكر إنه لو ما المسيح قام ما عنا نحنا رجاء بالقيامة ومنكتب على ورقة النعوة من آمن بي وإن مات فسيحيا ليش؟ لأنه هيدا المعتقد المسيحي إنه نحنا حياتنا مش بس وقفي على الحياة الأرضية وفي كتير ناس مثلي أنا كنت تفكر إنه الحياة الأبدية هي بتبلش من بعد ما موت أنا صحيح هي بتبلش من جسدي بيركد وروحي بيكفي إلى الأبد بس الحياة الأبدية بيقول للرب يسوع بيوحنى 17-3 والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أيها الآب ويسوع المسيح الذي أرسلته المسيح يسوع بس تتعرف عليه بقرار شخصي مش بس لأنك خلقان بعيني مسيحية لأنك أنت قررت أنه اليوم أنا بحاجة لمساعد لمخلص لسيد على حياتي أنا ما فيني يكون عايش لوحدة الطرقات يلي ما في عليها إشارات سير وما في عليها علامات سرعة العالم بيعملوا كتير حوادث ليش؟ ما في حدا بيقولولك دنيا وفوضى إمن بأنت بتعرف حياتك على الأرض في إله السيد في إله هدف لحياتك إجا تجسد من أجلك ولد من العزراء ومات على الصليب وندفن ثلاثة يامن وقام من الموت وجلس عن يمين القاب وبعثنا بيوم العنصرة الروح القدسي علمنا كلامه وانكتب الإنجيل العهد القديم والعهد الجديد بأشخاص مملؤين من الروح القدس مقادين من الروح القدس ليكلمنا لكل أيام حياتنا لكل ظروف حياتنا لكل أوقات حياتنا ما في شي مارئ فيه أنت اليوم وأنا ما في شي مارئ فيه بلدك اليوم أنت وأنا ما في شي الاقتصاد مارئ فيه اليوم وأنا مفاجئ للرب الرب كان عارف مشان هيك بيقول بمزمورتنين الجالس على العرش يضحك ليش عبيضحك عبيتمسخر علينا وأخيره جدتنا بالعكس يضحك لأنه كل المصايب اللي بدنا نمرق فيه وكل المشاكل وكل الاكتشافات الحلوة وكل الاختراعات الحلوة وكل المشاريع الناشحة من مفاجئته هو أمنه بمجده للمصائب حاله عطينا حلول لإله غيره من أمراض إلى شفاء من مشاكل إلى نجاح من فشل إلى نجاح من لعنات إلى بركات فهو عبيضحك ليش لأنه بس إجي لعنده أنا أمن لي كل شي مثل باي اليوم وابنه رديع بتذكر أنا وقتا كان أولادي صغار نقطع الحليب اللي كاني لإيمون قالولي خلص ما بقفي منه وصلت على أول صيدلية ما في منه تاني صيدلية قلت تعريف شو؟ مش معقولي نقطع من كل البلد طلعت بالسيارة قلتوا يا رب أنت تكود وخطواتي وطلعت بسقت لي 25 كيلومتر على طريق الجنوب رجعت ما خلت صيدلية على الطريق ما وقفت عليها ورجعت لفات ورجعت سقت 25 كيلومتر شمال إلا إرجع عبيتي رجعت معي بعتقد إذا بتذكر مظبوط فوق الأربعين علمة قلت كفون للولادشي شهرين ثلاثة فكيف أنا كنت برأيك بالرجعة مرتاح ليش؟ لأنه أمنت لولادي أكلهم الرب مرتاح وعب يضحك ليش؟ لأنه أمننا كل شي نحنا بحاجة لإله مشان هيك إمن أنا بدي أسلك مع الرب بدي أقرر أنه منطقي يعني مثلا كيف العزراء ولدت كيف الرب بدي أمن لي حاجاتي؟ هو واعد وأسدد جميع وأنه إلهي في فليبي أربعة وتسعة عشر وأنه إلهي يسدد جميع حاجاتكم بحسب غنيه بالمجد كيف بدي أمنهم؟ أنا اليوم عندي فوتير أكتر من مدخولي أنا اليوم وقف قردي ما عم بقدر سدده أنا اليوم عندي مشكلة بالشغل بطل معاشي متل ما كان من فترة أنا اليوم ما عندي شغل أنا اليوم اللي كان متكل عليه أنه بده يدعمني قال لي سوري أنا خف شغلي كمانا وقفت الدنيا كيف بحسب هالمنطق هيدا واللي هو حقيقة؟ نحنا ما عم نقول الإخبار اللي عم بسمعها غلط بس هدولي واقائع مؤقتة قابلة للتغيير أي خبر بتسمعه مؤقت وقابل للتغيير أما كلمة الرب هي حدث قد تم في الماضي مش سيحيصير قد تم لأنه الرب نفز أولا كل الوعود ثم عطينا إياها بشكل وعد يعني اليوم أنا وإياك بس نقعد بعضها بدنا نلتقي يمكن إن شاء الله إذا الله راد لأنه مش بعد ما لتقينا إنما الرب أمن بيقلك تعالوا إليا وأنا أوريحكم يعني هو موجود وحي إذا أنت بتجي هو موجود مش بده يجي لقيك الله موجود من قبل الزمان والآن وإلى الأبد وبالمسيح يسوع هو ناطر فرصة يقرع بقلب كل واحد مننا لنفتح له عم تلاحظ فبدنا نقرر إنه المنطق تبعي أنا له دور للأمور الحواس الخمسة والأمور الأرضية إنما الإيمان بالقلب شو الفرق بين المنطق بالعقل الإيمان في القلب ما عم بيحكي القلب يعني مضخط الدم عم بيحكي القلب بصميمة يعني أنا الإنسان المخلوق وأنت على سورة الله عنا فكر عنا مشاعر عنا إرادة هيدا اللي هي نحن على سورة الله عفوة آدم بأي شكل من الأشكال تصرف على سورة الله استخدم إرادته المطلقة حرة لو الله ما عطي الحرية يستخدم إرادته ليقرر حتى ضد مشيئة الله ما كان على سورة الله ولكن الإنسان منه روبو منه ما كان عنده حريته المطلقة وهيدا الشيء عن جد بس أفهمه أنا بقعد بشكر الرب يقولوا يا رب شو جبار أنت شو لزيز عطيتني إرادة بدك يعني أني حبك وبدك يعني قطيعك وبدك يعني إسلك معك وبنفس الوقت أنت موجود كل الوقت لتساعدني بس إرادتي ما بتخدها مني ليش؟ لأنه هيدا الشئ من الإنسان الجزء من الإنسان الشقفة من الإنسان البارت من الإنسان الإرادة فيها بيقرر أنه يستبع منطقه وعقله والحواس الخمسة بمعنى آخر أو عن قصد يتبع كلمة الرب قبل ما يفهمها قبل ما يشوفها أنه تحققت وهذا الإيمان لشان هيك بيقول برومية عشرة أن اعترفت بيسوع ربا اعترفت بتمك وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات أمنت قبل ما تفهم مين منا شاف العزراء ولدت المسيح مين منا شاف المسيح مات وقام نحن بعد ألفين سنة وأكتر من ألفين سنة مين منا؟ ولكن بالإيمان بكلمته وأنه هو مظبوط ما تقام أنا شو أكون عم بسلك؟ عم بسلك بقلبي بداخلي بصميمي عن قصد وهيدا الفرع وكل مرة أنا وياك منواجه ظرف فينا نحلله بمنطقنا البشري ونسلك فيه بمحدودية الحواس الخمسة مع احترامة لأكتر إنسان متعلم وأنا ما عندي مش كلمة العلم أنا دكتور بالقنون بس قد ما تكون زكي ومتعلم فيه محدودية إنما إذا بتصدق كلمة الرب بإيرادتك صارت واقفة إنه الرب يعمل شو هو يعمل وإنتي عب تاخد منه الرب أمن بآمن فيه أنا مش كرمالي حيعمل عجيبة أنا أمن بآمن عم بياخد شو هو بنعمته بمحبته الغير مستحقة عطاني كل شي عب تلاحظ فأقرر من اليوم إنك تسلك بالإيمان بالقلب وليس بالمنطق فقط خاصة لو عود الرب لحياتك تعلمت شي جديد؟ اكتب لنا وخبرنا نحن ناطرين نسمع منك الرب معك مشاهد العزيز مشاهدة العزيزة وصلنا على نهاية البرنامج ولكن ما بنا نترك البرنامج بدون ما نعطيك فرصة تختبر أديش الرب طيب وبيحبك وعنده مخطط رائع لحياتك ولحياتك كمان شو بديك تقولي قبل ما نختم كارلا؟ بتقول أنه مش مين ما كان بيقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات حيكي بيقول بالكتاب المؤدس فأنت مش اللي بس اللي عم بيردد بشفتي يا رب يا رب الرب بده قلبك الرب لا ينظر إلى الوجه ولكن ينظر إلى القلب فأنت إذا بعد ما سلمت المسيح المسيح ما بده شقفه من قلبك بده قلبك الكامل فتعال إلى المسيح وسلمه قلبك الكامل قل له يا رب أنت الوحدك اللي بتستاهل قلب الكامل تعرفها هاي الغنية إليه لست كريسمس I gave you my heart اليوم خلينا بي الميلاد الماضي عتيتك قلبي بإلا بس ما خصب كريسمس ما خصب عيد الميلاد ولا خصب بشيه فمتعت قلبك لحده ما بيستاهل نعطيه ليسوع المسيح لأنه بيستاهل عيدنا أمين أمين الكتاب قول يا بني أعطيني قلبك ولا تلاحظ عينك سبلي ردد معي هلا أتي قلبك للرب وخليه غيرك ويعطيك حياتك بديه إليه يا رب رحمني أنا الخاطئ خلصني بإسمي سوع أخفر كل خطيئي وكتب إسمي في دار النعيم وشكرك لأنك سجابت أمين إليه يا رب رحمني وخلصني أنا الخاطئ إليه طهرني بدمك من كل خطيئي وشكرك لأنك سجابت أمين في بنت عم تعاني بتقوله أنه هي وقعد بخطية الزنا سدي الرب شفاكي والرب غفر خطيئكي والرب عطاكي حيات أبدية ما بقت تذكر الموضوع إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ربي بيرككم نحن بنحبكم كتير كبلات للجميع مجزء علينا يرى باي باي